يسعدنا أن يكون معنا هنا في الستوديو القيادي الفلسطيني سمير المشراوي سيد المشراوي أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سعداء جندا بوجودك في سادس أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة البداية من السابع من أكتوبر الذي فتح تساؤلات كبيرة سواء كان فلسطينيا إسرائيليا دوليا هذه التساؤلات لم تلقى إجابة واضحة أنت كقياد فلسطيني كيف نظرت لكل ما حدث في السابع من أكتوبر ومتى لذلك بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تحياتي لشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض إلى هذا العدوان الهمجي البربري إلى هذه المجازر البشعة التي تقتل الأطفال والنساء الأبرياء وتهدم البيوت على قاطنيها هذا الاستهداف البشع لهذا الاحتلال القذر والسافل الذي يريد أن يصنع بطولات وهمية ردا على ما حدث في السابع من أكتوبر أحيي شعبنا وأقول لهم بغض النظر عن سودوية المشهد الذي يظهر أمامكم اليوم كل الأحرار والشرفاء في العالم معكم كل الغيورين كل عفيفي الضمير كل طاهرين نفس يكونوا معكم لأنهم لا يمكن إلا أن يكونوا مع شعب تحت الاحتلال الظرف صعب كل الكلمات التي يمكن أن تقال لا يمكن أن تخفف عن الناس حجم الجريمة وحجم الظلم الذي يحدث تجاه قطاع غزة الآن نتيجة إلى وصول الشعب الفلسطيني إلى مرحلة كل المحللين السياسين يمكن أن يقولوا لك ذلك انسداد الأفق استمرار احتلال على مدار عشرات السنوات تدمير كل فرص السلام التي مد الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني يده لها ضرب إسرائيل بعرض الحائط كل أمل للفلسطينيين كل محاولة لخلق حلول سياسية الشعب الفلسطيني الذي مد يده للسلام القيادات الفلسطينية المتعاقبة كل ذلك أدى إلى الانفجار هو فقدان الأمل لدى الفلسطينيين فحدث ما حدث عربدة المستوطنين حرق المنازل في حوارة حرق الأطفال على يد رعاع المستوطنين على يد هؤلاء الأوباش الذين يستهدفوا كل ابناء شعبنا في الضفة وليس في غزة كل ذلك أدى إلى مشهد سبعة أكتوبر الذي أرادت به المقاومة أن تقول أن الشعب الذي يملك إرادة ولديه كرامة يستطيع أن يحقق معجزات ما حدث في السابع من أكتوبر أنا أقول لك معجزة بكل ما تعني الكلمة من معنى ترجمة نانسي قنقر